السفينة روبيمار تغرق في البحر الأحمر بعد 12 يوماً من التحضيرات الدولية والمحلية وتنذر بكارثة بيئية كبيرة في المياه اليمنية وهي أول سفينة تغرق بعد استهدافها بصواريخ الحثيين في 19 فبراير الماضي تحمل السفينة على متنها أكثر من 40 طن من الأسمدة الكيميائية عالية الخطورة ما قد يتسبب بكارثة بيئية واسعة وحرمان مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري مصدراً للرزق ناهيك عن أضرار قد تصل إلى محطات تحلية مياه على طول الساحل اليمني السفينة ظلت تثير المخاوف منذ لحظة إصابتها ووقف العالم يتفرج عليها دون أي تدخل لوقف الكارثة الناجمة عن غرقها بل وتعرضت لقصف جديد سقط إثره ضحايا من اليمنيين الحكومة اليمنية أعربت عن أسفها لغرق السفينة وقالت إن غرقها سيتسبب بكارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر وأشارت إلى أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشداتها لتلافي وقوع الكارثة وبقدر انتقادها لضعف تجاوب مع المناشدات التي أطلقتها قالت الحكومة إنها في حالة عقاد دائماً لتدارس الخطوات اللاحقة للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة وفي وقتاً سابق قالت جماعة الحوثي إنها ستسمح بسحب السفينة في حال إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وحمل القيادي الحوثي محمد علي الحوثي بريطانيا مسؤولية جميع النتائج عن مصير السفينة وبين الكارثة البحرية في البحار اليمنية واستمرار الغارات الأمريكية البريطانية على الأراضي اليمنية يبدو المشهد البحري وخطر الكارثة أكبر من قبل وينذر بأزمة بيئية كبيرة قد تستغرق معالجتها سنوات عدة ترجمة نانسي قنقر